شارك سعادة الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء الثقافة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقيم في العاصمة القطرية الدوحة بهذه المناسبة قال سعادة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار إن هذا الاجتماع يمثل محطة رئيسة على طريقة عزيز التكامل الثقافية الإقليمي بين دول مجلس التعاون وهو فرصة من أجل التأكيد على أهمية الدبلوماسية الثقافية في الترويج لبلداننا وتاريخنا ومكانتنا العالمية مضيفا أننا في مملكة البحرين نسعى لكي تكون الثقافة رافدا للتلمية والتطوير المستدام من خلال استثمار تراثنا الإنسانية المشترك وتطوير بنيتنا التحتية الثقافية هذا وقد ناقش الاجتماع مختلف القضايا الثقافية وسمولة عزيز التعاون ما بين المؤسسات الثقافية الخاصة والعامة في دول مجلس التعاون في مجالة التراث والأثار والفنون والابتكار الفني والثقافي كما تمت مناقشة خطط التنمية الثقافية للسنوات القادمة